الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين انتهينا في الدروس الماضية من حل نماذج البروفيسور حمزة أبو جبل وتوقفنا عند بعض التمارين وقلنا أن لها قاعدة خاصة لها فحبيت أني أخصص لها درس الحالة ومقطع لحالة عشان ترسخ الفكرة طيب هذه القواعد ألا وهي قاعدة A تربيع ناقصة X تربيع الرينج حقتها عادي درحان كله نحن قاعدين نحاول نجيب الرينج تمام تعلمنا كيف نجيب الدومين من زمان نحن قاعدين نتعلم كيف نجيب الرينج للدوال اللي تحتوي على X تربيع فيها جذر وفيها X تربيع طيب أول دالة اللي هي A تربيع ناقص X تربيع حيساوي لي الصفر والصفر داخل إلى A اللي هو الرقم الموجود هنا طيب القانون الثاني A تربيع زايد X تربيع الرينج التابع لها حيساوي لي من A اللي هو العدد الأولي إلى ما لا نهاية القانون الثالث اللي عندنا سالب A تربيع زايد X تربيع حيطلع لي الناتج من صفر إلى ما لا نهاية حتشوفوا أنه كلام كثير وكلام ملخبط بس إن شاء الله ما أحل الأمثلة حيصير أوضح بإذن الله طيب هنا نفترض أنه عندي مثال لهذا المثال قل لي تسعة خلينا أول شيء يجيبه بشكل أسهل اثنين تربيع ناقص X تربيع راحنا في هذه المسائل نحاول أن نتحاول أن نجيبها مالنا و مال الـ 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 وفصل نحن نتحدث عن الـ طيب هذه الدالة حسنا تلاحظ نستمتغل أن تابعة من دولacağ nuestras أو تابعة لهذا الشكل هي A تربيع ناقص X تربيع فهذه حلها من الصفر إلى العدد وهنا العدد عندي كم اثنين من صفر إلى اثنين واثنين داخل معايا في فترة مغلقة طيب لو مثلا حاب أجيب لك مثال أصعب وقال لك أنا عندي دالة جذرية عندي هنا تسعة ناقص X تربيع قل لك أبقى تجيب لي الرينج حقتها تقول لي طيب أوه هذه ما هي شبيهة بالقاعدة الأولى ولا شبيهة بالقاعدة الثانية ولا الثالثة ايش يسوي أقول لك لا هي نفسها القاعدة الأولى بس القاعدة الأولى ايش قل لك تربيع فانت حول التسعة هذه إلى مسألة فيها ايش تربيع ما نقدر نحول مسألة هذه إلى ثلاثة تربيع ناقص X تربيع وكلهم تحت الجذر إلي نقدر فصار شكل المسألة هذه هو نفس شكل القانون القانون هذا فيصير الناتج عندي اللي هو من صفر إلى A وA عندي هنا كم نراثة وكلهم مغلق جميل ورائع طيب خلينا الآن نشوف القاعدة الثانية القاعدة الثانية قالتلي عندي A تربيع زايد X تربيع احنا عارفين أنه هذه الصيغة لو جينا بنجيب الدومين لها فالدومين لها طوالي R وانتفقنا أي شيء زايد أي شيء زايد X تربيع حيطلالي الدومين حقه بيش بR ولكن نحن نتحدث عن الدومين نحن جالس نتحدث عن إيش نتحدث عن الرينج فلو جالي بهذا الشكل وطلب مني الرينج فالرينج حيكلي من A اللي هو أول عدد إلى ما لا نهاية سهلة؟ إن شاء الله سهلة من A اللي هو أول عدد إلى ما لا نهاية يعني مثل لو جيب لي مثال قال لي عندي عندي 25 زايد X تربيع وقال لك أباك تجيب لي الرينج حقتها الدومين لها طوالي R لأنها عدد زايد X تربيع بس لما دم نجيب الرينج الرينج من A إلى ما لا نهاية هل عندي هنا هل شكل الصيغة هذي نفس الصيغة هذي لازم يكون المربع بس هنا ما هو مربع فأقدر أخليه مربع فإيش أسوي بدل 25 نكتب 5 أس 2 زايد X تربيع فشكل فشكل الدال لهذه صارت نفس شكل الدال لهذه إذن دي حين ما العمل نحل نكتب النادي زي ما هو نحطوط أمامنا في القاعدة من A اللي هي خمسة إلى ما لا نهاية ما لا نهاية دائما إيش مفتوح طيب خلينا نشوف المثال المثال الثاء القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة قايتلي إذا عندي سالب A تربيع زايد X وأقدر أصيغ هذي على شكل على على هذا الشكل X تربيع إن نحط الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول زايد A تربيع بس ليه أنا سقطة كلها بالشكل آدي عشان رح في النادي رح أجيب لكم كل ما أخليكم إيش تحفظوها إن شاء الله آآ طيب بسم الله خلينا نكتب أمثلة على هذا السؤال لو عندي هنا مثلا سالب 16 زايد X تربيع هذي كيف حلا هل هي نفس صيغة الشيء هذا؟ لا إلى أن هنا تربيع في المثال ما عندي تربيع فحولي إلى صيغة في إيش تربيع أقدر أقول له سالب 4 تربيع 4 تحت الجذر زايد X تربيع خلاص فصارت صورة الجذر فصار صورة الجذر نفس صورة إيش نفس صورة القاعدة اللي عندي فحلا هو من صفر إلى ما لا نهاية شوفوا كيف سهل من صفر إلى ما لا نهاية على طول بدون قروشة بدون تعاب بدون وجع راس من صفر إلى ما لا نهاية طيب هذي أقدر أسميها إيش هذي يفصل ما بينهم علامة سالب تمام؟ هذي يفصل ما بينهم علامة موجر هذي مختلط علامة سالب وعلامة موجب فهنا عندي أول حرف عندي أول حرف هنا سين هنا عندي أول حرف هنا ميم هنا عندي أول حرف هنا ميم فما أقدر أجمعها كل هذه السين وميم ب قانون السم هذا قانون السم إذا جاء لك أي سؤال بهذا الشكل تسموا تسموا السؤال فالسؤال يموت فتقدر تقضي تقضي عليه فتقدر تحفظوها بأنها على شكل قانون السم أول شي يفصل ما بينهم علامة الناقص بعدين الزايد بعدين الزايد وفيها إيش ناقص وإذا بتحفظوها بطريقة ثانية فأنتم أحرار بما شأتم أن تفعلوه طيب خلينا نشوف أمثلة البروفيسور حمزة أبو جبل اللي جات على نفس هذه الشاكلة طيب هذا الأمثلة اللي إحنا قلنا خلينا نخصص لها وقت ونخصص لها درس لحالة هنا عندي طيبة شنا عندي هذا القاعدة ما أقدر أصيغها بهذا الشي عندي يقول لي أوجد الرينج لهذه الدالة عندي X تربيعي ناقص 9 ما هي على أي شكل لأنه لازم عندي الأي تكون مربعة هنا الأي ما هي مربعة فأقدر أصيغها بهذا الشكل X تربيع ناقص 3 تربيع فصارت على شكل إيش السم الثانية صح؟ فإحنا اتفقنا إنه الثانية أقصد الثالثة هذا إيش قاعدة السم آخر قاعدة اللي هي سالب 3 تربيع زايد X اللي هي آخر قاعدة من القاعدة اللي أخذناها فاتفقنا إنه الرينج حقتها من صفر إلى ما لا نهاية تمام؟ قاعدة السم أول شيء اللي بيفصل بينهم السالب بعدين الموجب بعدين المختلط قلين أكتبها أكتبها لكم مرة ثانية أول شيء هذه الدالة آه اللي هي A تربيع ناقص X تربيع بعدين الدالة الثانية A تربيع زايد X تربيع بعدين الدالة الثالثة سالب A تربيع زايد X تربيع تمام؟ هذه القواعد هذي افصل ما بينوهما سالب قلنا سين هذي موجب قلنا ميم هذي مختلط قلنا ميم فجمعناها في قولك قاعدة السم واضح؟ طيب هذا السؤال عن الدومين هذا السؤال عن الدومين هذا السؤال عن الدومين وهذا سؤال عن الرينج هذ السؤال جعل trans دالة 16-X تربيع 16-X تربيع هل A على شكل A تربيع؟ لا ما هي على شكل A تربيع فلازم نخليها على شكل A تربيع فأقدر أصيغها بهذا الشكل أكتب له 4 تربيع ناقص X تربيع نحن دائما نبدأ بالA عشان نعرف هل هي سين ولا ميم ولا ميم عشان نقدر نختار القاعدة المناسبة من قانون السوم فهذه السين فهذه السالبة الأولى السالبة الأولى احنا اتفقنا أنه دومان حققتها يكون من فين يكون من الصفر إلين A صح؟ يكون من الصفر إلين A وكلهما مغلق فهنا خلاص أكتب له ناتج حقي من الصفر وليه عندي بأندي بكم طلعت باربعة أنا جبت الأي من خطة واحدة بدون ما حلات التمارين ولا عوض ولا تعب ولا أي حاجة خلاص هذي بالنسبة للأمثلة اللي فيها دالة جذرية تحتوي على X تربيع واخذنا قواعدها وجمعناها في قولي قاعدة السوم أسأل الله ينفعكم بهذا المقطع وينفعني يا رب واجعل في موازين حسناتنا أجمعين يا رب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر